اهلا بكم عزيزي طلب وطلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات برامج التعليم الفني وساعة جديدة من ساعات التعليم الفني ساعة جميلة يكون فيها مجموعة من المهارات المهمة الخاصة بطلبة التعليم الصناعي معنا مادة من المواد العامة مادة مهمة من المواد بتاعتنا وهي مادة الحاسب الآلي مادة الحاسب الآلي خدنا فيه الفترة اللي فاتت او مجموعة الحلقة اللي فاتت على طول كنا بنتكلم عن برنامج الاوتوكاد تو دي وبنكمل مع بعض الجزء الخاص بالأوامر الخاصة ببرنامج الاوتوكاد وهنعرف بعض المهارات الجديدة عندي في البرنامج قبل نرد المهارات الجديدة اللي معنا النهاردة عايزين نقول حاجة مهمة جدا منهجنا السنة دي منهج مقسوم على جزئين والهدف من تدريس المادة او المفروض توجيه المادة هو موجه لنوعين من الطلبة طلبة ديبلوم نظام تلات سنين وطلبة ديبلوم نظام خمس سنين نظام تلات سنين مفيش ترم عندنا المادة بالكامل طول السنة نظام خمس سنين صف التالت عندنا ترم فبالتالي المادة فيها جزء هيبدأ شغالين فيه لوقت لما نوصل امتحنات نص السنة هنمتحنه وهنبدأ نكمل مع بعض الجزء تاني من منهجنا طب المنهج فيه ايه ترمي الاولين بتاعنا بالنسبة لزمت خمس سنين ترمي الاولين بتاعنا في الوتوكاد تو دي ونبدأ نفتح الوتوكاد سري دي ونستكمل جزء تاني من منهجنا على فوتوشوب يبقى ترمي الاول بالكامل اوتوكاد بترمي التاني فوتوشوب طب نظام تلات سنين معاك اتنين برنامج اوتوكاد تو دي و سري دي وفوتوشوب الفان ما بين سنوات النقل في الخمس سنين وسنة الديبلوم اللي هدف الاكبر لنا في المرحلة دي هو ان انا بمتحن المنهج في نهاية العام كله بتكمل مع بعض فبالتالي ده بيأثر على كامل المذاكرة اللي عندي ده كل المواد بتاعته مفهاش ترمي اما نظام خمس سنين ده عنده ترمي نص اللي خده خلاص بيفتح نص جديد يكمل معي طب عشان يتعامل بالشكل ده بيحتاج انه يعرف المهارات بتاعته بالاخص طبعا من نظام التلات سنين وانه يبقى فاهم المهارات بتاعته اللي بيتعلمها وينفزها اكتر من مرة عشان لما ييجي ان شاء الله في نهاية العام الدراسي لما يطلب منه تمرين يعرف ينفزه وإلا في مشكلة كبيرة جدا في تنفيذ التمرين ده عشان يبقى الموضوع بيتم بالشكل المقبول محتاج يكون عندي اصدارة من اصدارات البرنامج موجودة عندي في جهاز في البيت بالاضافة لجهاز المدرسة عشان اقدر ان امرر نفسي اكتر من مرة يبقى عندي الحرية ما عنديش بس وقت الساعة او نص الساعة الموجودة في المعمل اللي هو بيكون ممكن يكون مخصص لي فيها عشر داقة او ربع ساعة قاعدة على الجهاز عدد الاجهزة بيكون في المعمل بسيط شوية فبالتالي فرصتك للتعامل مع البرنامج بتكون قليلة لكن لو انت بتضرب نفسك وتمرر نفسك في البيت هتلاقي نفسك آآ بتتعلم اكتر واسرع في التعامل مع البرنامج البرنامج فانا كده اكون جاهز لتنفيذ اي تمرين في جزئية مهمة جدا وهي كنا بنتكلم فيها طبعا بعيدا عن ان انا عندي برنامج اوتوكاد وبرنامج فوتوشوب والبرنامجين او البرنامج الاول الجزء الهندسي والبرنامج التاني للتعامل مع تعاديل السور وعمل التصمات وما الى زلك من المميزات كتيرة جدا في البرنامج جزء مهم جدا انا مش بتعامل مع الاوتوكاد عشان انا عندي اوتوكاد مش بتعامل مع الفوتوشوب عشان عندي فوتوشوب الاوتوكاد ده برنامج راس وعندي برنامج كتير جدا لرسم غيره الفوتوشوب برنامج تعديل على السور وعندي برامج كتير جدا بتتعامل مع تعديل السور وبنشوفها كتير عندنا حتى على الموبايلات ان اكتر استخداماتنا بقت على تعديل السور اه حط صورة مثلا حط عليها لوجو اه حط رسمة مع رسمة حط صورة مع صورة بعمل تصميم جديد بعمل تصميم اختالي بحط نقشات في الصورة. كل ده بتعمله برامج عادية موجودة على الموبايل غير برنامج فوتوشوب. بس الاصل في الموضوع التعامل بحرفية اكتر بيكون مع برنامج متخصص. برنامج له خبرة كبيرة جدا في التعامل مع النظام ده من السور وزي ما قلنا بقى هو الفوتوشوب. فبالتالي اختيارنا للبرامج دي عشان يتم وضعها في المناهج كان ليه اه هدف معين وهو ان البرامج دي منتشرة سهل التعامل معها وسهل حصول على نسخ للتعامل مع الطلبة او زي اوفيس كده ان انا عندي نسخ الطالب يقدر ياخدها بدون ما يكون يعني تتحامل عليه او يكون في اه عملية بيع وشيرة فيها. انا رضي استخدم النسخة حتى في الجزء التجريب بتاعها. يعني ده مش دعاية لان انت تروح تشتري البرنامج لأ احنا فعلا موفرين البرامج دي بشكل مجاني موجود عندنا في المدارس لان الوزارة. اه جاي بها او معها التصريح بالتعامل مع البرنامج ده. فبالتالي سهل بقى ان انا يكون عندي البرنامج واستخدمه بشكل ايه مفتوح. طيب بنت الخبرة عندي انا عايز بقى اتنقل للجزء التاني انا استفيد بالخبرة اللي انا اخدتها دي. تقدر تفتح مشروع صغير وتقدر تتعامل مع البرامج دي بشكل حيرة فيه اكتر. عشان ابقى عارف اتعامل معها بالشكل المطلوب. وده مهم جدا عندي لما كن معايا برنامج زي برنامج فوتشوب. واقدر ان اتعامل معه واقدر ان اشتغل عليه بالشكل المطلوب. فبالتالي ميزة ان انا يكون عندي جهاز جهاز ما كلفنيش آآ مبلغ مالي كبير عشان اقدر ان اشتغل عليه. ونزل عليه البرنامج وابدأ ان انا اسوق لنفسي عشان اقدر ان اشتغل. فبقى انا بحقق برضو الهدف الاساسي للتعليم الفني ان انا آآ اسوق شغلي. اسوقت شغلك كبه انا كده نجحت في الوصول للهدف ان يكون عندي ايدي عاملة آآ عندهم المهارات الكافية للتعامل مع المنتجات المطلوبة في السوق وبدأت تغطي السوق. انا عندي مهارات وعندي انتاج وعندي سوق. المفروض المهارات بتاعتك توصل المنتج للجودة المطلوبة يقدر يتسوق بشكل سهل داخل السوق. بالتالي ازا كانت مهاراتك عالية وجودة المنتج بتاعك كمان عالية. هتعمل اسم في السوق. فبالتالي ده اللي هيسهل لك. يعني بنلاقي مسلا في شركات كتير جدا شغالة في السوق بدون دعاية. ده انت لما بتفكر تقول انا عايز حاجة معينة بيقول لك اه ده روح هات من المنتج المسمى كزا. ده منتج عالي الجودة. انا معرفوش مش متوسش في السوق. هيقول لك لو مش بالاسم اللي في السوق. لو كتير جدا اسماء موجودة في السوق لكن الخامات اللي بيستخدموها في عمل المنتجات بتاعتهم متوسطة. حتى المنتج النهائي بتاعه مش كويس مية في المية. لكن في ناس بتوفر الدعا بتاعتها لارتفاع اه بجودة او الوصول بجودة المنتج بتاعها الاعلى ايه جودة. تمام كده? طب تعالى بقى نطلع للجزء المهم عندنا اللي احنا بنستكمل فيه شغالنا وهو برنامج الاوتوكاد وبنكمل الاوتوكاد التو دي. واوتوكاد تو دي زي ما قلنا هو الاوتوكاد عموما برنامج اللي عمل للرسومات الهندسية. التو دي والسري دي. احنا في مرحلة التو دي. في الحلقة اللي فاتت اعرفنا نفتح البرنامج اعرفنا نعمل عملية الحفز وعملات الحفز باسمه. ونفتح الملفات القديمة. ونغير الخلفية ونجيب اشارة الادوات. في التمليل اللي معنا النهاردة بنبدأ افتتاح التمليل بتاعتنا في معرفة انواع الخطوط. يمكن قفلنا الحلقة اللي فاتت بمعرفة انواع الخطوط. لكن النهاردة انا بقى عايز اعرف يعني ايه خط. خط ده اه يعتبر من الخطوط الهندسية اللي انا بيتعامل معاها في الرسمات. وتعريف الخط الهندسة احنا واخدناها قبل كده في الصف الاول هو تتابع اه حركة او رسم نقطة في اتجاه معينة. يعني الخط اللي عندي ده هو بيكون مجموعة من النقط. طب تعالي نشوف بقى انواع الخطوط اللي عندي على البرنامج. طبعا اه شريط الخصائص عندي هو اللي فيه جزيال خاصة بالخطوط. انا هنا خط امر خط. ببدأ ان انا ارسمه. خط سميك قوي. طب عشان هتحكم فيه. هتحكم فيه من شريط الخصائص ده قادر غير لون الخط. ده نمرة واحد. هرزق الخط بتاعي. بنفس السمك بتاع الخط اللي قابله. بس غيرت لونه. تعالى نعمل حاجة تانية. هنسحب هنا الحاجة الخط الشريط الرسم. عشان نقدر نكبر جزئية دي ونشوف هنعمل معها ايه. هنا انا بغير سمك الخط. هملس خط سميك قوي. هروح على اه شريط درو. وهبدأ ارسم الخط بتاعي. بالشكل ده. بقى سميك لدرجة كبيرة. يعني كان الفات سميك دي الوقت السمك الزيادة ده. قال لي لا ده فيه اكتر اكتر سمك كان يعني. سمك خالص. هروح. اغير نوع الخط. هعمل لود. هنا بقى عندي مجموعة الخطوط الموجودة عندي على البرنامج. اختارت نوع الخط ده لو شرط. هو غير نشط على فكرة. انا ببعلم عليه هنا وقت بقول كده يبقى نشط. هروح على شريط الرسم. واختار خط مستقيم. وابدأ افرده. هنا طبعا هو شرط. بس انا مش شايفه انه شرط. هنختار هنا. هبدأ افرد الخط. عشان يعرف الفرق ما بين ده وبين ده. يبقى عشان نرسم الخط زي ما شفنا كده. انا الخط الستاندرد عندي على الماوس كان او المؤشر كان خط مستقيم عادي. عشان يرجع ينزل الخط اللي هو النقط ده. راح على جزء خاص بالاختيار للخطوط مرة تانية واختار النقط عشان يقوم بالرسم بالشكل ده. وهننشوفها مرة تانية. هدي خط المستقيم. بيبدأ هنا طبعا يضغط على الايكونة. بيبدأ يفرد الخط. الشكل ده كده. يقدر يكتب الطول. او يقدر يرسم على طول. انا خدنا في فترة ترسم الخط عادي. يقدر يغير لونه. من شريط الخصائص. يرسم خط تاني. وهكزا. دابل انتر. هيخرج من او دابل تليل كشمال هيخرج من العمر. هيروح اغير السمك. نغير السمك الاول. نفرد القائمة. هنجيب اكسر سمكا. هيضغط على ايكونة الخط. هيبدأ يفرد الخط بتاعي. اداني اكسر سمكا. هغير نوعية الخط بتاعي. مع تقليل سمكه. طبعا دي بالزبط دي مسيل لأسنان القلم الرصاص. انا بجيب السمك حسب طريقة الرسم بتاعتي. هعمل تحميل او لود للنوع الخطوط. اختار نوع الخط اللي اعايزه. اوكي. انزل الخط في القائمة هنا. اول اوكي. هروح اعمل عملية الرسم. لازم اطلع على اختار خط المستقيم. هفرضه اول مرة الان خط المستقيم عادي. هروح اعمل اختيار للخط الشرط. هجي برضو ايكونة خط مستقيم تاني. هبدأ افرده. هيظهر خط الشرط. خط الشرط احنا واغدينه في العمليات الرسم الهندسي في الصف الاول. وكنا بنقول ان خط الشرط ده معمول عشان يقول اي حاجة مخفية. اي خط مخفي. عشان اقول ان ده تحت الرسمة الاساسية بعبر عن خطوطه بالشرط القسيرة اللي احنا شفناها. طبعا عارفين خط المحاور معمول ازاي? عارفين خط التهشير معمول ازاي? فاهمين? هندسة فبالتالي ها عرف ارسم. وطبعا الناس اللي بترسم المنظور اكتر بيكونوا اسهل في التعامل مع النوع ده من الايه من التصميمات. فبالتالي هيعايز حد فاهم وعارف بتعامل ازاي مع التصميمات. فبالتالي هيقدر يشتغل بالشكل المطلوب. يبقى انا كده ادارت ان انا اعرف اتعامل مع الخطوط. تعالوا نشوف تمرين تاني وتمرين من التمرين المهم عندنا. وهيكون برضو تمرين بسيط بنسهل على بعض طريقة تشغيل البرنامج وبطريقة التعديل على البرنامج. تعالوا نشوف التمرين اللي معنا بيتكلم عني. التمرين موجود هنا بيقول لي الابعاد. اه ده الابعاد دي مالاش علاقة بالرسم. ده بعد. انت بحط رقم على على الرسم بتاعتك. تعالوا نشوف ازاي هيتعامل مع الابعاد او الديمينشن. الابعاد هي ارقام بتتحط على الاطوال اللي عندي عشان ابيعارف الاطوال بتاعت دي اه بيتعامل بيها ايه? انا هنا اجي ارسم خط مستقيم. برسمه بالشكل ده. باجي هنا عايز اعرف الخط ده طوله ايه? انا عارفه وانا برسم انا قلت ان الخط ده طوله عشرين سنتي فانا افاهم ان اللي مرسم ده عشرين سنتي. طب تعالوا هنا بقى بص عليه كده وبعد ما رسمه. هيقفل الشغل بتاعه برسمة مسلس. هيجي هنا يلغي برضو اضغط F8 عشان يلغي الموضوع. ويرسم الخطوط الميلة بزاوية معينة. هيبدأ ايميل الخط. وهيقفل المسلس بتاعه. افلنا الخط وظهر معي المسلس. تعالوا بقى انا عايز اعرف الابعاد بتاعتي دي ايه? والارتفاعات دي ايه? والكلام ده بتحسب ازاي? وتحط الارقام فين? وازاي? هنسحب الرسمة كده لتحت شوية. الايكونة اللي مرسوم عليها اليد دي. وهطلع على دايمنشن. حلقة اني عندي مجموعة من الدايمينشن موجودة في القائمة بتاعتي. عند اللي هو اللينر او الخطي. وعند المائل. وعند الدائري. وعند القوسي. وعند انواع كتير جدا من اه عمليات وضع الابعاد. بختار الطريقة المناسبة لوضع الابعاد عندي. مجموعة كبيرة جدا. كل واحدة منهم لها دلتها الخاصة. ممكن اختار الكوج دامينشن هو اللي هيتعامل مع ايه الموضوع? هعمل نقطة بداية او هقف على طرف الخط من البداية وبالنهاية. وهبدأ كليك شمال وهبدأ انا انزل اللي تحت هيروح فرد لي خط مستقيم ويروح كاتب لي عليه الابعاد وحطي لي عليه الاسهم عشان يبابين ان ده خط مخالف عن الخط الاساسي. هضغط هنا على خطين مع بعض عشان اعمل ابعاد اه مكملة لبعضها. بالشكل ده. كده علمت على الخط الاولاني. واعلمت على الخط التاني. واعلمت على الثالث كمان. بالشكل ده. حبدأ بقى ارفع الديمانشن لفوق انزل الديمانشن لتحت. هتبص تلاقي ايه? فيه ارقام بدأت تظهر. طبعا لازم اعرف الارقام دي. الارقام دي بتقول ان الاطوال دي اطوال المسافة دي. مش الميل ده. ممكن تكون مسافة تمانية وستين بس الميل ده طوله سبعين. انا هنا اخترت نوع من انواع وضع المقاسات. خلي بالنا من الارقام اللي هنشوفنا عشان الارقام التانية في الديمانشن الجديدة تكون مختلفة. لما نيجي نعمل نظام اللينر او نظام الميل. هنقول انا عايز الخط الميل ده اعرف ما عايزه. بص هنا كان تمانية وستين من شوية. لما جينا نعمل خط الميل طلع مقاس الخط الميل خمسة سبعين وتمانية وستين من الميل. من شوية كان رقم اه في الستينات. انا اخد ده من شان تانية. احنا بنجرب مع بعض. انا اخد اللينر. اللينر او الخطي. هيجي على الخط الميل ده وهعلم عليه. وارفع معا كده قال لي اه ده انت الارتفاع بتاع الخط ده اصلا الجزئية دي ترتفع عن الخط الافقي بمقاس واحد وزارتين واربعة من عشر. ده ارتفاع مش طول خط. ده ارتفاع ده طول خط وده طول خط. لكن كان من شوية هنا كان عندي ارتفاع. هقدر غير الوان الخطوط الديمينشن عن الخطوط الطبيعية اه وده هدف مهم جدا ان يكون خطوط الديمينشن لها الوان مختلفة وبكاتب الدلالة دي من ضمن الدلالات اللي عندها. عشان ما يختلطش عليك الارمى بين الخطوط الاساسية وخطوط الديمينشن. ابعد واقرب زي ما نعاوز من الخط بتاعي عشان احط الديمينشن بتاعي. بالشكل ده. ارتفع. اول ما وصل للمكان المناسب. بضع تكليك شمال. هيجع الخط المائل اللي في الجنب التاني ده. وهنا هطلب منه ارتفاع مش هطلب منه خط عادي. ممكن اقوله ارتفاع ممكن اقوله عرض. انا هنا اخترت ارتفاع. والله عايز تغير اللون تاني يغير. كل ما انت هتتعامل مع لون جديد. هو هيطوعك وينفذ الامر بتاعك لانه هو آآ برنامج بسيط. والغرض من اتعامل معانه وبيغير ليه. بيغير المساة. انا كده غيرت لون الخط. وهغير كمان صمك الخط. بس انا هنا هستخدمه ديمينشن مش هستخدمه للراس. وهنا بقى هختار ديمينشن او ابعاد الزوايا. هختار زوايا. انجلر. واختار الخطين اللي بينهم زاوية اعلم عليهم. وابدأ افرد بقى اكبر وصغر. هنا بيقول لي الزوايا الموجودة عندي هي الرقم اللي ظاهر عندي دلوقتي. وراح حاطت لي الاسهم بتاعتي الاسهم السميكة دي. وغيرنا اللون عشان ابيعارف ان الالوان اللون ده لما اجا استخدمه. ده لون رسم الزوايا. هنختار انجلر تاني. وهامل على الخطين. وهفتح الزوايا بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه. اقضى اغير اللون تالت. ما عندش مشكلة. اغير السمكة. اغير الطريقة. اغير اللي انا عايزه. كل حاجة اقدر عمل لها شكل الوحدة في التصميم. اغيرت باللون الاحمر للزوايا مرة تانية. وهنا ممكن اقول له الرؤوس بتاعة المسلسات بتبقى دي منشن بتاعه باللون الاحمر. عشان حتى يبقى عارف اتجاه الرسم بتاعه على البرنامج. كده انا عملت الابعاد الخاصة بالخطوط وبالزوايا ووضعت الارقام بتاعتي بالشكل ده. وفهمت يعني ايه? ابعاد يعني ايه? اه تغيير الوانها ويعني ايه? ان انا اغير الالوان واحط دلالة ليه? طبعا كل رسم يكون لها دليل. وبقول ان الخطوط دي في النهاية هيترسم بيها بشكل معين. هاجي هنا طبعا النسبة للرسم زي ما قلنا. بعد عمل الابعاد محتاج ان ابقى فاهم. اه طبعا الجزء الخاص باليونتس. المن فورمات. انا عايز ابعارف ان شغال بالملي ولا بالسانتي. فقدر هنا اغير للابعاد عشان ابدأ اكتب الشغل بتاعي بالسانتي. هنا طبعا هي شغالة كلها بالملي فبالتالي انا بتعامل بالملي. ممكن المية دي ميت ملي. طبعا انا شغال بالسانتي دي بقى ميت سانتي. لو انا شغال بالكيلومتر تقى بالكيلومتر وها كزا. يعني دي ابعاد او الابعاد بتاعتك اه انا بتحكم في وحداتها من البداية قبل ما اشتغل التصميم بتاعي. ليه? بعض الاياسات تنفع بالبوصة. فبالتالي انا ما يجي دراج الي اس للحتة دي. هيكون مع اسحاب البوصة. الرقم ده مكتوب عليه بوصة. الرقم ده مكتوب عليه سانتي. الرقم ده بالزاوية عليه درجة. وهكزا. فبالتالي هيبقى فيه سهولة في التعامل مع النوع ده من الاياسات او المأسات الخاصة بالرسم بتاعي. طب تعالى بقى نشوف برنامج تاني او جزء تاني من برنامجنا بيتكلم عن تمرين تاني ومهارة تانية من المهارات اللي عندنا. وزي ما قلنا اي مهارة انت بتتعامل بها وبتعلمها معنا. حاول تطبقها اكتر من مرة. الموضوع مش صعب. الكل اللي عليك في الموضوع بتاعك. وانت بتعلم المهارة حاول تخزنها. حاول تكررها. كتر التكرار لتنفيذ المهارة هيخليك تكون متقنها. لو اتقنتها هتقدر تبني على الموضوع حاجات كتير جدا انت تبدأ تفهمها بعدين. وانت بتتعامل مع البرنامج بالشكل المهم اللي احنا نتكلم فيه. اللي اهمنا في التعليم الفني مش ان انت تكون انسان حافز. ما انت السنوية عامة بتحفظ عشان تنجح. وفي النهاية تبص تلقى اللي حافز ده لو ربنا كرم يعني. عشان تعرف الفرق ما بين النوعين بتوعنا في التعليم. الاتنين طبعا النوعية التعليم مهمة جدا لنا كلنا بس انا عايز اقول فرق لما تكون بتحفظ ولما تكون عندك مهارات الفهم. لو انا هشتغل او في النهاية محتاج كلية من الكليات الهندسية. لازم اكون بفهم. ما بحفظش. لو عايز ادخل كلية من كليات الادبية او كلية زي كليات الحقوق. مش شرط ابني اه معرفتي على الفهم اكتر ما هتكون على الحفظ. نمر واحد هي الحفظ. في الادبية كلية الحقوق بتحفظ. عنده كميات قوانين او كتب قوانين قد كده. فلازم بقى فهم القوانين وعرفها وحفظها. عشان لما تطلب منه يقدر ان هو ايه? يكتبها. طيب لو هو حافز بس هيبدأ يطلع موضوعات مبنية على حفظه. فبالتالي درجة جود التنفيذ الاوامر اللي بعد كده او الاجراءات اللي بعد كده هتبقى فيها مشاكل. يبقى سهل ان هي تقع وتبوز منك. لكن لو فاهم وانت بتنفذ مهارة انت فاهم كل اللي هيتنفذ صح. وعارف تكتب ايه امتى? فانت هتنفذ صح. فبالتالي لما يكون عندي مهندس خبرته كبيرة. ويجي يقول لي ايه? انا عايز اعمل الحاجة دي. في حتة كده عايز انفذها. فتيجي تقول لك ايه طبا تشوف فلان ده ده خبرة. انت بس قوله بس كده من بعيد. حتة دي تعمل ازاي? قولك لأ تعالي بقى. انت عايز تعمل دي? هقول لك طب. دي تتنفذ واحد اتنين. مش محتاج حتى يقرأ. هو مش هروح يقرأ. هو فاهم وعارف ومطبق وعنده خبرة وقدر ينفذ في اي وقت. فبالتالي اه يقول لك دي بتعمل كزا. زي المسل المشهور الخاص بيه اه لما كنت مسلا في عطل اه في حاجة زي القصة الشهيرة اللي احنا بنكلم فيها. اللي هو في عطل في مطور سفينة. فجمعوا المهاندسين كلهم فيش حد عارف في حل. فجابوا عامل. جابوا فني. فالفني ده جاب مطرق. بس كل اللي عمله انه جاب مطرق. وراح عند المكان اللي فيه لو عطله خبط عليه الجهاز اشتغل. او المطور اشتغل. فلان هو فاهم عارف ان المكان ده لو خبط عليه الموضوع وهيشتغل وهي مش بزي الفل. فبالتالي انا عايز الخبرة. عشان كده هتلاقي ان المصانع بتاعتنا او اماكن العمل عموما دايما بتدور على صاحب الخبرة. مش بتدور على حد لسه هتعلمه. او هتقوله المهارات دي تتعامل معها ازاي? انا كصاحب عمل او كمستثمر انا عايز اجيب الناس تنجحني. مش لسه انا هساعدها الاول هي عشان تنجح وبعد كده اجيبها هتنجحني. عشان كده بتلقى فيه تفاوت فيه الارقام اللي بيه اللي هي البيتقاضاها المهندسين من مكان لما كان حسب مهارته. انا شاطر في مهارتي فخلاص. فتلقى مسلا دكتور تكترة حتى في عمل الكشف بتاعهم او حتى تنفيذ العمليات. هتلقى واحد ممكن يعمل لك نفس العملية بمية جنيه. واخو بالزبط يعمل هي هي نفس العملية. بس بألف جنيه. واحد عنده مشكلة ان هو مش هيبه عنده الامكانيات ان هو هيعمل لك الحاجة بنفس الجودة لكن واحد هيعملك الموضوع في آآ ثانية. كله هيعمله حاجة بسيطة ومش هتحس بحاجة. يعني لو راح تخلع درس عند اتنين دكتورة. هتلقى واحد بيتعال معك بحرفية. ويساعدك على الموضوع وخلص الموضوع بسرعة. واحد خد وقت. انت نفسك بيت آآ عندك مالة عايز تمشي انت خايف. خوفك. يعني حتى هو شغال بيحضر نفسه هددك. يسعى الموضوع ده. الموضوع ده مش عدة كترة بس. الموضوع ده في كل آآ اي مهارة بديتنفز حتى لو كانت المهارة دي تشغيل مكانة. وانت بتشغل مكانة انت وفوق بترائم المكانة طول ما انت شغال. فبالتال لازم تعرف تتعامل مع آآ المعدة اللي معاك. بتعامل معها ازاي ازا كنت فاهم وعندك المهارة في التعامل معها هتقدر تطلع على المنتج والجودة المطلوبة اللي احنا عايزين. فهتقدر تسوق في المباحة. طبعا. تعال بقى نكمل الجزء الخاص باللوتوكات بعد ما فهمنا ان المهارات مهمة. تعالوا نشوف ايه التمرين اللي معانا في الجزء الجاي من حلقتنا. التمرين اللي معانا دلوقتي بيتكلم عن جزء مهم جدا من الاجزاء اللي احنا بنشتغل عليها. تعالوا نطلع عليه وننفزه ونشوف هنام مع ايه. التمرين اللي معانا بيتكلم عن اهم جزء وهو اعداد منطقة العمل للرسم. يعني ايه يعني منطقة اللي انت هترسم عليها بس. اعمل عليها حدود كده على البرنامج. ولا انا هرسم هنا. طب ليه انا بستخدم النوع ده من الاوامر والتمرين ده من ضمن منهاجنا. لان ده اللي هيقول لي. ان المساحة دي دي مساحة مبنى. فانا هقيم عليها كل الخطوط اللي بيها لما انفز يبقى هو ده المبنى بتاعي. طب. انا عندي مساحة افتوحة في البرنامج. قلت مسلا مساحة الارض عالطبيعة. ميتين متر في ميت متر. يعني مساحة كده بالحجم ده. تعالي بقى نصغرها. وانا عالبرنامج اجيب متين في مية. مساحة كبيرة مساحة ضخمة. متين في مية عالبرنامج وعالطبيعة كبيرة. اعمارة ضخمة. عشان تتنفذ عالطبيعة. عالبرنامج هو بيشتغل من مقاييس الرسم. فبالتالي هو عايز اه بقياس رسم يعرف يتعامل معاه. فبالتالي بيصغر الرسم بالشكل المطلوب فالمتين دي ممكن تبقى عشرين والمية دي تبقى عشرة. ويحدد المساحة ويبدأ اشتغل جواها. او يقول عندي مترين في متر. وبرضه يحدد المساحة ويبدأ اشتغل جواها. مين اللي هيقول الكلام ده? انت وانت بتحدد منطقة العمل. طب تعالوا نشوف منطقة العمل بتتحدد ازاي? ونشوف التمرين بتاعنا اللي معنا. هنا بيقول لي اعداد منطقة العمل اللي بدء في الرسم. ده اهم تمرين عندي. اول حاجة بحدد منطقة حدود الرسم او منطقة الرسم نفسها بالعمر وعشان اشتغل بالعمر ده. آآ لازم افهم وظيفته. وظيفته هي تحديد مساحة الرسم المفترض العمل فيها. حسب حدود اللوحة المطلوبة. اللوحة متر في متر. متر في عشرين. ايا كان هو اللي بيساعدني على التحديد. يتم تنفيذ الامر ده بتلات خطوات. التلات خطوات سهلين جدا. اول حاجة تحديد احداثيات اللوحة. تاني حاجة تشغيل الامر. تالت حاجة ازهار منطقة الرسم. يبقى انا كده عرفت الجزء الخاص بالامر. تعالوا نشوف هننفزه ازاي. انا هنا عند منطقة العمل مفتوحة. هاجي هنا في الجزئية دي. واطلع على فورمات. وهنزل على دروبج ليميتس. هاجي هنا بقى في شريط الكتابة الاوامر. وهبدأ اكتب زيرو بوينت زيرو. طب والمساحة التانية. هكتب له مية مية بوينت سبعين. يعني انا عايز احداثي سفر و سفر في الاطراف الاساسية. واحداثي متر في سبعين. وده احداث اللوحة العادية. هنا طبعا هعمل لليميتس اون. هشغل خطوط الشبكة. وجانا هكتب امر. ايه? وانتر. النقط بدأت تظهر معايا ان فيه نقط في المكان. المنطقة مش بيضة المنطقة عليها نقط شبكة. المرة دي هنا محطتش خطوط انا حطيت نقط بس. وهاجي هنا احاول ارسل مربع. انا هنا محدد اللوحة. في الطرف ده رسم. طب تعالي هنا ايه في البقى المربع في الطرف التاني مش راضي يقفل معايا. لان انا محدد منطقة عمل. فبالتالي اول ما اصلت للاحداثي المطلوب. بدأ يسابني ان انا ارسم المربع. كده دي منطقة حضو الرسم فعلا اقدر ارسم جواه. يبقى انا كده شغال صح. ولما اجي اطبع هتتبع في الوضعية دي في البرواز اللي كان موجود معايا برواز منطقة اطباعة. يبقى المساحة دي متر في سبعين. هجي هنا عند مرة تانية. وهنا هدي اف كده انا قفلتها اقدر ارسم في اي مكان. خلينا ناخد مربع اسهل لان كنت جايبين مجموعة من المضالعات المنتظمة الكخالية في المربع اسهل. انا كده برسم بره مطلقة العمل. ليه? لان اعمل ايه? اف. تعال نعمل لها مرة تانية. وهنا اكتب لها اون. كده انا شغلتها. حاول بقى ترسم مرة تانية. فيش اي مجال الرسم خالص. لكن تعال جوه المربع بيرسم. بره المربع مفيش رسم. يبقى انا كده عرفت اشتعامل مع الرسم بتاعي. داخل مساحة مقفولة. تمام كده? يبقى انا كده قدرت ان احدد منطقة الرسم. وقدرت ان احط فيها الخطوط بتاعتي بالشكل المطلوب. تعالوا ننفذها مرة تانية لان طبعا التمرين من التمرين المهمة اللي عندنا. ولازم اتعامل باعها بشكل حرا في ايه اكتر. هنا اول حاجة. باطل على فرمات. دروينج ليميتس. ويجي عند الامر بتاعي. هبيسأل اللي ليميتس عايزها فين? هكتب له سفر و سفر في الاحداث الاولاني. وهكتب له مية على سبعين في الاحداثي التاني. هضغط دروينج ليميتس مرة تانية. واضغط ايه اه اون معلش. كي انا شغلت الليميتس بتاعتي. شغلت نقطة الشبكة. واعمل ايه? الريال تايم هكتب ايه? وانتر. هيقدم لي منطقة العمل قدامي. بالمساحة اللي انا طلبتها. وابدأ اجرب الرسم بتاعي. قدرت ارسم مربع في منطقة احداثيات اللوحة بالشكل المطلوب. وقدرت ارسم المربع. هنا ده شكلها في الطبعة. هنا طبعا دي منطقة الرسم زي ما قلنا. قدر اعمل لها اوف. دروينج ليميتس. هنا هديها اوف. عشان يبقى عندي حرية الرسم في اي مكان. برا او جوا رسم. هنا مسموح له يرسم. ياخد مربع. بيرسم. تعالى ندي لدروينج ليميتس. اون. بحاول ترسم. هتلقى لو خدت امر رسم مربع. مفيش رسم في برا منطقة العمل. الرسم بيكون داخلي. في منطقة العمل انت عامل ليميتس ايه? عامل الليميتس اون. ندوم انت عملت ليها اون. فبالتالي هو افعل عليك انك انت تستعمل اي مكان تاني موجود عليه. الادوات بتاعتك. فبالتالي انت كده سهلت اكتر لنفسك وعرفت عن مكان الملفات او مكان رسم الملفات اه بيتعمل ازاي وبيجهز ازاي على اه تنفيذ بعض الاوامر المهمة اللي هي بتساعدك كمان اكتر انك بتحدد المساحة اللي انت هتشتغل عليها. طبعا زي ما قلنا ان التمرين من ضمن التمرين الموجودة عندنا في الكتاب ويعتبر من التمرين المهمة وطبعا اه لان انت ممكن تطبع. انت كده وصلت من رحلة الطباعة ويقدر يجهز اه لو الجهازك متوصل عليه اللي هو الطبعة الضخمة الكبيرة او اللي احنا بنشوفها في بعض مكتبات الهندسية. اعرف ان انت هتبقى سهل تطبع عليه. بالمساحة كمان اللي انت جهزتها. وسهل تطبع صغيرة تروح تكبرها برا. بس الصغيرة بتجي تكبر بتبكسل. فانت عايز اه صورة سليمة. فبالتالي بتطبع مباشر من على البرنامج. وهو افضل ان انا اعمل كده. تعالوا نشوف تمرين تاني. تمرين سناب اند جريد او الشبكة والقفز. من اسمها هتلاقي العوام بتاعتها قريبة منها في اه عمليات التنفيذ على البرنامج. تعالوا نشوف بتتنفذ ازاي. اول حاجة بتستخدم لسهولة رسم العناصر وسهولة تحديدها واماكنها على منطقة اللي هي الرسم. حيستظر منطقة العمل بس زي الرسم البياني زي ما احنا شوفنا من شوية. الماوس بيعمل ايه بقى في الحالة دي? بيقفز. بيقفز ما بين نقاط تقسمات الشبكة. بالزبط زي ما اه دي نشوف اه ده بيساعدنا اكتر كام في الرسومات الهندسية اللي هي فيها بس عم فيها ورق الرسم البياني. المعنى يقفز دي معنى انه مش محتاج احدد اطوال بالمسطرة. ده انا عارف ان ده ده في الطبيعي انا عايز اعمل على الورق بقى. هي فكرة مسطرة بترسم خط على ورق امربعات بس بتبدأ من نقطة بتنتيها عند نقطة. بتقفش في نص اه تقطعات. لازم. عشان كده تلاقي بي دايما بيعمل ايه? دايما بتلاقي ان معظم الرسومات بتاعتنا بتتم تنفيذة على اه كراسات التفصيل. تعال ان ننفذ بقى. هشغل الشبكة. من هعمل مساحة. وهعمل الخطوط بتاعتي. وهعمل كمان مساحة القفز. ياخد بتاعتي مثلا طولها وعرضها عشرة وعشرة. والقفز في الاتجاهات الطولية والعرضية كل عشرة. الدنيا هنا بقت مليانة نقطة كتير حوالي ببعض. انا نختار له نقطة عشان نقدر ان احنا نتعامل مع الرسومات. تعالى نرسم. هيا طبعا غضغط زد وانتر وايه وانتر. عشان اقرب ماضية العمل لمكان العمل. لاحظ الماوس مش بيتحرك بحرية. بما ان هو بيتحرك بالشكل ده. يبقى انا اقدرت ان انا اعمل ايه? اعمل حاجة حلوة. ايه الحاجة دي? ان كل نقطة من دول خد بالك. الماز ما بقفش هنا. الماز بيبقى اتعامل مع النقطة دي. والنقطة دي. ممنوع يقف النص. طب بالطول. بيتعامل مع النقطة دي. والنقطة دي. بنفعش يقف النص عبينهم. عشان كده لما زيه شفنا من شوية. يعني اجعل حتة دي كده بسرعة. هنلاحظ لما جيت. بابص على الماوس اثناء حركته لقيته بيتنطط. مش بيتحرك. بيقفز. وده المطلوب. ده طبعا بيساعد اكتر ان هو يزبط الاياسات او المياسات او احجام الخطوط اثناء عمليات الرسم على البرنامج. طبعا من ده من المميزات الكويسة الموجودة عندي على البرنامج بتاعي اثناء عمليات تنفيذ الخطوط. وانا برسم خطوط بتاعتي لازم اراعي الحتة دي. وبفاهم وانا بتعامل ازاي ارسم الخطوط بشكل كويس كتوفقية او رأسية. وانا بتعامل مع نظام او الشبكة او القفز. الشبكة مهمة جدا انا اللي اسمها عشان ابقى اعرف تقسمات بتاعتي ماشية ازاي. وعملت قفز الماوس. انا اللي بحددها. يعني ممكن مسلا ابقى عامل البلوكات كل عشرة. والماوس بتاعي يقفز كل خمسة. ده يساعدنا اقاف في نص المربعات او في اطراف المربعات. ده يساعدنا ان الدقة بتاعت الرسمة تكون اعلى شوية. هكون كأني برسم على برق مربعات عادي. ده هيصف تصميم التصميم. يعني في تجهز التصميم بالشكل المطلوب. عشان ابقى واصل للابعات بتاعتي بالشكل المطلوب. طبعا على لوحة الرسم عارفين لوحة رسم لونها ابيض. بس دعا بيسهل علي. وخطوط الشبكة هنا سهل ان اخفيها وقتا من اعايز او زيرها وقتا من اعايز. الفرق بين الرسم على الاوتوكاد والرسم اليدوي. ان اللي انا عايزه في الاوتوكاد بعمله. الرسم اليدوي. الغلطة فيه باعادة لرسم اللوحة من جديد. وانت مش عايز كده. مش عايز بقى عندك كزا نسخة ونسخ ترسم وتقطع. لأ. وتكادر اي احنا من الموضوع ده. انا برسم واجرب وكمل واجرب وكمل. ازا كان في مشكلة بارجعتني خطوة. اما في الرسم اليدوي. فانت لو رسمت. كان عندك مشكلة صغيرة. مجعرفش تكمل. انت ترمي الرسمة. عشان تعيد الرسمة من جديد. وطبعا. آآ طبعا. كلنا اتعرضنا او بنتعرض لكلام ده نكون رسم الرسمة وتعبان فيها. مسلا لو تجي تترفض. انت عايز شغلك ما ترفضش. عشان ما ترفضش. بستلم او بتاخد شغلك اللي هو انت مكلف به. وتبدأ تحاول ان انت تنفزه وتصممه في الحدود اللي اتقال عليها. ده بيساعدك اكتر. ان انت تطلع بالشغل بتاعك بالجودة المطلوبة. طبعا نكمل تمارين عندنا. وعندنا تمارين تاني وهو تمارين من تمارين التعديل وهو المسح او الحزف. اللي هو امر ارس. امر ارس هو امر الممحة زي ما احنا بنسميه. تعال نشوف بيتنفز ازاي. انا هنا عندي خطوط. خطوط ديت فيها اجزاء زيادة عايزيني شيلها. باخد امر ارس. ظهر ان في الموديلز اللي اللي فاتحت قدامنا ان في عملية قط او قطع. هتتم. باعلم على الخط اللي ان عايز اعمله عاملية قطع. بالشكل ده كده. هنا هعلم على الخطوط كلها. واقطع. عليها. بالشكل ده كده. انا كده مسحتها خالص. اول ما عملت سلكت وانتر خلاص اتمسحت. يبانا انا بنفز الامر ده بنفزه بالشكل. احنا قلنا عليه. قادل خطوط مرة تانية قبل المسح. هاخد امر ارس. هروح اعلم او هستعمل سلكت على الخط اللي عايز اتمسح. تعالوا نعلم عليه. وانتر. تعالوا نعلم على الحجم التاني ده بس لازم اروح اجيب امر الممحاية تاني او المسح. هعمل سلكت على المساحة كلها العايزة مسحة. كلها هعمله هعمل او هعمل انتر. تشالت خالص من المكان بتاعها. يبقى اقدر برضو اعمل مسح طوال مسح ده من ضمن اوامر التعديل الموجودة عندي على المناجي اللي بتساعدني على تنفيذ الاوامر بتاعتي بالشكل المطلوب. ازا كان عندي خطوط زيادة قدر امسحة. كان البديل بتاعها في اليدوي ان الاستيكا او الممحاة بتعمل الوان في المكان بتاعها. فبالتالي اقدر وانا شغال بشكل اللي هو بيستخدم فيه الاستيكا دي ان اخد خط بالاستيكا. يكون الخط بتاع اصلا قبل ما عمله عملية المسح يكون غائر. يعني انا حفرته. يعني انا جيت بتقلي ونزلت على سن الالم وعملت حفرة في المكان ده. طيب و بعدين. بعدين انت من كتر ما انت بتمسح الخط ده بقى خط من كتر ما بتعبك فيه رصاص اصناها عملية المسح بقى فيه لونه اسود. بقى ايش بين الخطوط الحقيقية. فبالتالي احنا بنروح لبلكونا بدون باب. ما انت الخط كان معمول انت نسيت وعملته. ولما جيت تمسحه ومسحته بس انت بحديلت اللوحة معاك. فبالتالي بقاش خط واحد بقى اكتر من خط في الدنيا بازت. خالص. في الحالة دي انا عايز اعمل لعملية المسح. بدون مسيب اي اثر. لان المسح اللي له اثر ده هيترتب عليه ان حد مش فيه هينفز التصميم. وهيحط الخط ده كخط اساسي. انت هشوفه على الطبيعة هتعمل المشكلة. بس الاسمك هو اللي غلط. كان بنتكلم من ناحية التخاصات المعملية. اما التخاصات التانية الموضوع فيها بيكون ابسط من كده بكتير. ما عنديش المشاكل دي يعني ما عنديش ان انا حاجة مبني على حاجة ان انا عندي مسلا ايه? في الميكانيكا برسم تروس. في المنسوجات برسم تركيب نسجية. في الزخرفة وبرسم عليه مسلا رسومات طبيعية وهندسية ولونها وعمل بها مرياجات وموضوع كبير يعني. وهكذا بقى التخصصات. كل التخصص بالجزء المهم بتاعه. تمام كده? طيب. احنا بقى عندنا او الشبكة والقفز. كل ما عامل بقى عند المساحة كده. وعارف ان متقسمة نقط. فانا الماوز بيقف هنا اهو. ولما يجي يقف المرة الجاه يقف هنا اهو. مش ينفع يقف هنا. لازم يقف على نفس المكان. فبالتالي هو هنا هيقفز يروح في الجنب التاني. تمام? اثناء قفزه بيعتمد عليه بيعتمد على خطوط الشبكة الطولية والعرضية. ده مختصر الخاص بتاع الامر سناب عند جريد لمس. تعالوا نشوف امر تاني من اوامر التعديل وهو التكرار الموازي او زي ما احنا بنسميه الازاحة او زي ما احنا بنسميه اه افست. افست من اوامر التكرار الموازي يعني اعملي الشكل اكتر من مرة. تعالوا نشوف تنفيذ لبعض اوامر بتاعته. ادي هنا. دائرة المرسومة عندي. هاختار الامر افست. واروح على التصميم. واعمل سيليكت. وبعد عن التصميم. هدي او سيليكت تحديد. برا التصميم بعد ما اخترت الماوس بتاعي بعد ضغط كليك فبيروح منزل الخط. يبقى كل اللي بعمله هنا. ان انا بروح باخد امر افست. وبيجي على الشكل اللي اعايز اعمل له تكرار. واروح اعمل بعده بشوية او قابله ايه بشوية. بالزبط كده. ادي الدايرة. وادي امر افست. اروح عامل سيليكت على الدايرة. وهدي انتر. الدايرة بقت معي. حبض عن المكان بتاع الرسم. عشان الرسم بتاعت تبان. هخرج برا شوية كده. وضغط بالماوس شمال. هضغط على الخط تاني ومرة تانية برا. وهكذا الخط على الخط التالي. هيعمل لي خط رابع وخامس. يبقى عندي مجموعة من الخطوط الموازية اللي موجودة عندي على البرنامج. فبالتالي انا قاعد بتوسع في التمارين. وبنفزها بشكل يسمح لي بايه? باكتساب مهارات تساعدني فيما بعد لما اجي ارسم. هبقى عندي الملكة اني اعمل حاجات جديدة ما هو الفرق ما بين اللي بيرسم بس. اللي هو بنسميه الاكاديمي. هو بيرسم زي ما بيقولوله بالزبط. وبين واحد مبدع. لو كانت العمارة فضلت بالشكل بتاعها لغاية النهاردة اللي هي عبارة عن بلوكات ما بيني بدون اي منظر بدون اي شكل. ما كناش هنشوف الابداعات اللي موجودة في الابراج اللي موجودة مسلا متفرج عليها آآ زي ابراج العاصمة مسلا دلوقتي اللي بتتبني. والابراج اللي موجودة عندي مسلا في آآ امارة دبي اللي احنا نشوفها طبعا في الفيديوهات نشوف حتى شغل الامارة بتاعتها مبني ازاي يعني فيه اشكال يقدر يعمل اشكال بالشكل انت عايزه. والدنيا مفتوحة الدنيا حلوة يعني هقولك ايه? بقى معهم فرصة يعملوا حاجات فنية جميلة. فانت وصلت مرحلة مش التصميم. ده انت الابداع في التصميم. انت بتعمل حاجات وضعها صعب. يعني مسلا زي ما نشوف لو كان عندي مساحة سقف مسلا. فاضي مفيش حاجة شيلاء. ده هو طالع من كمالة من المبنى. بس عامل مسلا تلاتة متر برا المبنى. وايه قادر احمل عليه ادوار تانية. نشوف بعض المباني فيها الشكل ده. نشوف بعض المباني البيضوية. طالع بسقف بحجم صغير. بيكبر 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 ويرجع تاني يقل. هو صممها كده وعمل حسابات كتير جدا الحاجات كتيرة جدا وهو بينشئ المبنى عشان يقدر يوصل بالمبنى بالشكل المطلوب يقدر يعمل تحفة معمارية. بنسمع عن تحف معمارية. اكتب بس تحف معمارية على الانت. واتفرج في السور الخاصة بالمباني. والاشكال اللي بقت في المبنى. ده ممكن يعملك المبنى باي طريقة. ممكن يعمل لك المبنى على هيئة كتاب. ممكن يعملو لك زي البرج بتاعنا برج القاهرة. نوع من انواع التصميم. مبنى مثلا متصمم زي مبنى التلفزيون. له تصميم مميز. اه كزا دور اه في شبه دائري او نص دائري مع يعني الشكل احنا بنشوفه عم نكون نعدي على كونيش قدام التلفزيون. ده تصميم. تصميم العمرات مثلا اللي موجودة حوالينا. كل شكل منهم له تصميم مختلف. بخليك تبقى مبسوط ان تتفرج عليه. وشاف ان في حاجة فنية معمولة في التصميم. ده مش مبنى عادي. ده مبنى متصمم عشان يطلع منه حاجة شكلها حلو. عشان اه الابداع ده يترجم على يكون حاجة عليها الطلب فيما بعد. يعني انا حابب اشوف الشكل ده. حابب بقى اروح للمكتب الهندسة نفذ التصميم ده عشان يعمل لي حاجة بالشكل ده. اه اكون مبسوط وهي ملكي او او انا شغال فيها بالشكل ده. فطبعا الرسومات المعمارية او رسمات الفنية عموما مش جامدة. رسمات اقدر ابدع فيها واطلع الفن اللي عندي واطلع اشكال جميلة منها بالمهارات اللي احنا متعلمها في المدرسة عندنا. اللي احنا ان شاء الله فيما بعد بنطبقها في سوق العمل. اه انتهت حلقتنا معاكم بسرعة. كلمنا النهاردة على مجموعة من التمرين الخاصة بالتعديل على الرسوم بتاعتنا. وتجهيز الملفات الخاصة بنا للاسناء الرسم. في الحالات الجاية يكون معنا تمرين اكتر في برنامج الانتوكاد. ان شاء الله استنونا في الحالات الجاية واي مشكلة بتقابلك في الرسم بعت لنا على آآ رابط الحلقات الموجودة عندك على يوتيوب. وتابعوا صفحتنا وطبعوا متعادة قطاع التعليم الفني. هتلاقوا عليها كل اللي محتاجينه في المواد الفنية بتاعتنا. ميش الحاسب القليل بس. بقيت المواد الدراسية. ده طبعا كل المواقع دي وكل صفحات دي موجودة برعاية قطاع التعليم الفني وبرعاية وزارة التربيع والتعليم. وطبعا آآ آآ متمنى ان انتو تستفدوا به. وفي النهاية آآ بنالكو التوفيق وإلى اللقاء.